أردت من كل قلبي وفي الأخير لحني للزنقة ولكن ربي كبير أنا بنت عندي 22 عام مني كانت عندي 15 عام كنت نقرأ في 4 عام سقطت فيه أخوتي مبغوني نعود العام كنت درويشة داخل صقراسي واحد ناريت يتقدم لي والدعم الوليدة للزواج الصراحة فرحت بزاف كنت معجبة فيه درنا الخطوبة دوزنا في عام عد زوجنا درنا العرس ونرحت عنده وهنا ستبدأ المعاناة كان أبا عنده واحد دويرة صغيرة على قد الحال كان فيها بيتس وصالون وكوزينة والأم كانت عندها در كبير ربح للقصر وهي اللي كانوا عايشين فيها ومستقررين فيها المهم لكي تزوجنا أبا أعطنا دويرة صغيرة لكي نعيشوا فيها ولكن للأسف قاتل حزينتي في رحمة الأطلاج مطرح اليوم سنذهب عند راجلي عدو السي جابت راجلها وجابت حويجها وحطتهم معي زحمتهم في الماريو وقعت لك حقه الوائد ستجلس عندنا 1 الربع شهر تمنى البيت اللي غدين نروح فيه انا مدويت ما تكلمت ما عرفت باش تبليت المهم أنا هاد السيد كان حماق عليه وكان بغيه ولكن غير كي يقرب لي كانوا يقولي كامل كنترعد كتشدني السخفة وكتجيني لموت بقين على هاد الحال مدة طويلة كل صباح كتقول لي هموها مدرة كيقول الواليدة وتيمكي زربانة تريارة باقة صغيرة وكتخاف ذا بيتحل هاد الموضوع مع الوقت ولكن للأسف الموضوع قامت حل دايش شهر الأول دايش شهر الثاني والثالث وحنا على نفس الحال الهضرة بدأت تخرج وكتكتر لدرجة مولة تسمعنا الهضرة كل نهار السمتي خرج لها من فمه كل صباح كتصبح علينا قلت لي انت ماشي راجل جت عدرية بعلوك قدادي وما قديتيش عليها وانتي يا مني ما قدش على الزواج أجدك ليه الهضرة داعت من عند أمه من عند خواتاتها من عند عائلتها من عند صحاباتها كل شيء تقلنا الخبار هنا راجل بدأ يطلع عليه الدم لم يكن لديه في ايدي يصبر من الهضرة التي تسمعه في رجولته لم يكن يتقال ويضربني ويجمع لي حويجي ويجمعني عن دارنا كنت نهرب لهم ونرجع عنده كم طلبوا ونزوج فيها حتى كنت فعلا كان بغي أنا بالصح ما قدرت نكون بحلي بحل اي زوجة ولكن هاتش اللي عطلة وليس بحل غن حماق وكثرة المشاكل عدو السينا جمعات رحيلة ورجعت لدارها مقدش تصبر لدك الصدار وبقينا أنا وياه من طبيب لطبيب ومن راقي الراقي وويلو حتى جاء بربي الفراج على إدوح الطبيب بلجيكي بنجني كاملة لحد الساعة لم أعرفش ما يقع عليها من وراها بطلت شهر حملت وفرحنا بزير ذيك المعاناة كاملة اللي عشناها نسيناها في فترة الحمل عائلته ساقوا الخبار لم يحملونيش أكثر يوحد ختم من ابا هي وبنتها لم يحملونيش لم يحملونيش حلفت في يتا تفرقني معه ودرت أكبر خطة جهنمية اللي قلبت لي حياتي بنت لوستي وحد الشيطانة بصفة إنسان صاحبت مع أخويا يا حسرا اللي كان مزوج باش يبقى يوصل لها خباري واحد النهار قلت لي رأي نغدى عن الدرجة ذاتي ماذا قالك؟ تجعدنا ونجمعوا عندها قلت لي وخة مرحبا الله يودي قلت لي كيف شرط؟ اختيك وراجلها لم يجب أن يكونوا في الدار ماذا قالك؟ تعرض عليهم هم يأتي عندك ونجمعوا عندك ونجمعوا عندنا قلت لي هذه اللي لم تتعود ذلك اللي كان اعرض علينا غير وصلنا خلنا مع مرتو وخرجوا ما عند عدوزتي حلت لي الباب قلت لي هذه السلام أنا جيت بايت أختي ونسيبي لكي لم يتمحنوش في الترنسبور قلت لي اختيك ونسي بكرة ومواء وصلوا عندك وش عتيش غدي تدير دخل شرب معنا وخاج بني هذه الحريرة اهو جاتوا من الجنة والناس دخل قليلا 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 جايب العواصر والموناضة ودخلت ارحبت با عدوزتي ودخلت سلمت على أخويا بحالة كأنها لم تتعرفوش وهنا فين ستنفذ الخطة ناضية الكوزينة على الأساس ستكبليهم من ذلك العواصر وليس لقد قلت لي وليس لقد قلت لا تستطيع أن تدرك ما الذي أريد فقط هو من يجب أن تضع المشروب عدوزتي ما شربت منه شرب منه غير شخي خمسكين خمسكين شرب من هنا ويتشدوا الدوخة من هنا وضرت بيت الدنيا وجه النعاس مني شافت عدوزتي ما شربت عرفتها عقد بها غمزت خويا بجزع مينوضة وشافت عدوزتي يتغامزه مهم غمزته غير خرجتها ويتبعه رجعت أنا وراجلي في الليل الغد في الصباح كنت قلت عليه عدوزتي قلت حداية ويتقول لي يا شوفي أنا أقول لك شي هادرة وتبقى بيناتنا وحلفتني على المصحف أنا خلعتني قلت لي المفر الركابي قلت له ما هو واقع الحاجة ما هو كان قلت له هادرة تبقى بيناتنا قلت له هانية قلت لي أخوك البارح هو بنت تربيبتي جاء وكانوا يشربوني شيئا في العاصر لكي الناس لماذا هذا الشيء؟ أنا بقيت مصدومة ومسمعته ولماذا أخوك غيرت الشيء كامل؟ قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي يا مجاتية ذكي الشيطانة بنت لوستي قلت لي وصيفته الرجلي قلت لي أخو مرتك بغيت تدالك على أمك واتفقت أنا ويها بشيء عرضوا عليكم قلت لي قلت لي قلت لي يا أمي قلت لي كل ما قالت هيا الشيطانة كانت بغيت نعيسهم كاملين وقلت لصور أخي مع عدوستي وقلت لي قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي تريدك مع أمك ولكن لم أصدقيت لها حسن لحظ قلت لي وحاة أخي كملت لخطة انا سأقول لكم رجلي ملينجا مجمع الي ومشدتني بغيت لأخي أنا لا أبدن في أفلام كامل قلت أن أتلفي و أزوج فيه و أخبرت لي أن أرى ما لدي لنا جمال و أصفت لي الناس الذين يطلبوه و يزوجوه حتى النار قلت لي أن أرى يا أنا و يا عائل في طبيعة الحال بدون تردد اخترته قلت لي أن أرى من بعد الشيء الذي يقع أنا لا أستطيع أن نسامح أمي و أخبرتكم بوحدة سوف نبيع الدار صغيرة و أمي سوف تبيع دارها و سوف نشري دار كبير و سوف نسكن فيها كاملين أنا لم أرى أن أرى أن أرى أنا أضعه بعد دار بل أتاتيها و يتقل لهم عمي كيف يتضعني هذه الفلس و سوف تدخل شريك معي هنا في الدار و سوف نسكنهم مجموعين و الذي سأرى أن يشرحه و أن أرى أن أرى أن يطلبه داره أرى أن أرى أن أرى أن يقضي على الدار والحيان و أنه يفتح بها أرى أن يجري الرياح بما لا تشاهد سفن أرى أن أرى أن يقلس من الخدمة و الابنت تتعلي كوش و تتعليب يقضي المصروف الدار و بدوه البواه أعزد مصاري في القهوة شدت هذه الفلس تجبد منهم بشوية بشوية لقد وجدت القضية هنا ما كانت معاولة عليه لم أصدق قالت سأسكنهم جميعين سأدخل معي شريك في الدار سأعطينا الفليسات وهو سوف يصرف علينا في الأخير وقت اسم الخدمة وهو التي هي لها الضدار ما سوف تدير أو ما سوف تدير سوف تدير معي المشاكل والتي تضربني وتعيرني وتسبني وتنمر عليها من الفوق من كانت تشكي لك نكدت عليها حياتي والدتي التي ستشكي عليهم تبريت منهم وسمحت فيهم لم يكن لحنة الرحيم وعندما أردت فرماجة وجدت جلوف وقالت لي وضربتني قلت لي أن تجب عليها من ضرب وقالت تعير فيها لم يكن لحظة كانت تشكي لك لحظة تشكي لك أصبح أولدها وردت فيديو تصدم وعيني غرور بالدموع وقالت لديها فلوسي وقالت لي لم أردت لي لم أقعدت لي لقلت بنتي وخرجت أتبعني أضعني أختي قال لي أبقى لديها وعرفت ما سوف ندير ونأتي لديها لم أعرف ما كانت توسوس لها وقعت لي في التليفون قلت لي أرى أني هضرت مع أمي وقلت لي مرة أبقى تقرب لك لا يبقى مشاكل قلت لي أخي قلت لي أخي أحنا سوف نرى وقلت إلى الدار وقلت نسلم عليها حلت لنا الباب ولم تضغيها جرت سدت عليها الباب قلت رأسها نعسى قلت أنا لا أعلم قلت لي أدخلت لبيتي قلت لي أخرجت للصالون قلت لي السلام لا أستطيع أن نسلم عليها قلت لي الماكلة ورجعت لبيتي حتى كانت تفاجئة قلت لي أن يجري قلت لي أن لا يستطيع قدابة لم أفهمت أن أخذت بنتي وهو الزوحة للعصاء وقلت أن يضرب فيها قلت لي من يديها وقلت لي في الدروج والشوهة لا يستطيع أن أتفرج فيها قلت لي رفعت دعوة للطلاق تاهمني بالخيانة وأنا كنت أخرج بالأخبار وصدمني وقلت لي السيريا رجلين لم أكن أتبحت لأتبادية الباب قال فيها الزوحة المهم طلقنا وقد بدأت عامت قريبا على طلاقنا أنا لم أستسلمت رجعت القرايتي والحمد لله نجحت بموعة الدلزوين وذوازت البيرمي وبدأت قرف رملية قالت حالته حالة لخدمة لردمة من زنقة لزنقة وأنا الحمد لله ربحت بنتي وربحت صحتي وربحت حياتي وفق من التشي كامل رجعت كسبت والدية لكن تسمحت فيه وحد الوقت على قبله ترجمة نانسي قنقر